فيما يخص محور الجانب التمنظيمي أولاً قمنا بالتسوية القانونية والإدارية لملف حزبنا إزاء السلطات الإدارية المختصة طبعاً لمقتضايا تقنون الأحزاب وقد حرست أخواتي إخواني على الحترام الدقيق لكل التعديلات التي جاءت والتي صادق عليها المبتمر الوطني مواقعة من طرف رئيس لجنة العدل والتشريح ومراقبة من طرف رئيس المجتمع وقد سجلنا بإفتخاذ ردود وزارة الداخلية التي اعتبرت بأن القانون الأساسي للحزب يحترم كل ضوابط القانون المنظم للأحزاب وجاءت هناك ملاحظات شكية سنعرض عليكم وليعطوني ونقرأ عليكم بشتعرفوه بأنه أشياء وضحة تانياً شرعنا في قرساء الهيكل الحزبية الترابية وفي هذا الصدق وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أشرفت القيادة الحزبية بمعية المنصقين على عقد مجالس جهوية بأربع جهات بالمملكة وهي جهات طالبيضاء الكبرى جهات تدل أزيلان جهات طانجة طوان جهات شاوية ورديعة وقد وضعنا أجندة زمنية لانعقاد المجالس الجهوية المتبقية التي يجب أن تنهي مقتمراتها الجهوية وتأسيس مجالسها الجهوية ومكاتبها الجهوية قبل ما تم يناير يونيو من هذه السنة لأننا في جدولة برنامجنا الزمني قلنا بأن كل الهيكل الحزبية بدون استثناء يجب أن يتم تكوينها حبل ما تم 2014 بما فيها المنظمات الشبابية والمنظمات النسائية ومنظمات المنتخبين الجماعيين تالتا حرسنا على فتح ورش التنظيمات الحزبية الموازية لا سيما فيما يخص المرأة والشباب وعقدنا عدة اجتماعات تمهيبية توجد بإقرار مشروع نظام داخلي لكل منهما في أفق إحداثها على المستوى الجهوي على أساس أن تتشكل الهيئة الوطنية كما قلت قبل نهاية هذه السنة ونحن عازمون على إحداث أكاديمية للتكوين تابعة للحزب في أفق تأهيل النخب الحزبية وتمكنها من الأدوات المعرفية الحديثة للعمل الحزبي والسياسي الذي يجب أن يتطور ويجب أن يتماشى مع وقع العالم اليوم وتحديات المغرب اليوم وانتظارات شباب اليوم وانتظارات مواقنين اليوم الممارسة السياسية والممارسة الحزبية يعرف يجب أن ترقى إلى مستويات جديدة ومسؤوليتنا الحزبية اليوم هي أن نساعد أطرنا وأطر حزبنا على أن يستوعب كل تقنيات وكل أساليب العمل الحزبي العصري رابعا عملنا على تقطير عمليات تأسيس منسقيات حزبية خارج أرض الوطن حيث تم استقطاب مناضلات مناضلين من مغاربات العالم وكان التجاوب كبيرا وحيث يتواجد رصيد مهم من المتعاطفين مع الحزب لا سيما في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وكندا وإسبانيا كأولويات بهذه السنة خامسا توسيع شبكات العلاقات مع الأحزاب الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تتجاه تقوية علاقات حزبنا الدبلوماسية وكل هذا مرتبط بالأولويات التي تم تحديدها داخل المغتمر كأولويات للمرحلة سالسا فيما يخص التدبير المالي للحزب أؤكد أننا ندبر الميزاني المرصود لحزبنا والتي هي محدودة بالمقارنة مع تعادم الحاجيات والتحديات المطروحة أقول ندبره بكامل الشفافية وبهذه المناسبة أنموه بروح النزاهة والمسؤولية التي يدير بها الأخ محمد بهدود بودلال أمين مالية الحزب بمعيتي ميزانية الحزب والتي تخضع لفحص دوري من مراقب الحسابات والمجلس الآله وسنفاجئ الكثير الذين يتكلمون على الشفافية في تدبير مالية الحزب عن طريقة مستوى الشفافية الذي سيصل إليه الحزب لهذا نقوم وقد قررنا بهذه المناسبة في القيادة الحزبية تأسيساً على المقاربة الجبهوية التي نتبنى ودعماً لمضالي القرب اعتماد نظام تدبير جهوي مرين لصرف ميزانية الحزب على المستوى الجهوي من طرف المنسقين الجهويين بحيث ستقتصر القيادة المركزية فقط على صرف الاعتمادات المتعلقة بالنفقات المتصلة بالمقاربة المركزية وبتدبير نفقات الهيئات الحزبية الوطنية والعلاقات الخارجية إذن نحن نسير نحو لا مركزية التنظيم الحزبي وسنسير نحو لا مركزية التدبير المالي وكما صبحت الإشارة إلى ذلك فقد خضنا غمار الانتخابات الجزئية ولا أريد أن أكرر على ما سمعكم ما تعرضت له في بداية هذا العرب ما هو أساسي أخواتي إخواني هو أن حزبنا متجدر شعبياً رغم كيب الكائدين الذين يحيكون المؤامرات بطريقة انتقائية وماكرة مستفيدين من سلطتهم مثل ما جرى ويجري في جهة أقاذير وبالضبط في كل من جماعة تمري وجماعة أولير وجماعة دراركا وكذلك ما حدث بمكناس ونحن نعلم من هذا المنور تضامننا المطلق مع منتخبين الأحرار وتنؤازلهم ونشد على أيديهم كما نشد على أيدي مرشح الحزب الذين برهنوا على تناحمهم مع القاعدة بحصولهم على أصوات مشرفة ونحن دائماً معهم وإلى جانبهم في نفس المركبة النضالية الحزبية التي تشق طريقها بإصرار نحو الأمل والنجاح وأنا أتسأل معكم كيف تم انتقاء ثلاث جماعات من خمسين جماعة وكلها جماعات يدبرها رؤساء التجمعيون سنجند طاقتنا سنعبئ قوى حزبنا للدفاع عن مناضلين وعن مسؤولين أنا أرفض باسمكم أن يمسى الحزب أن تمسى كرامة الحزب أن يستعمل الحزب لأن هذا ممارسة وطريقة عمل لا تشرف بلادنا ولا تشرف مسؤولي بلادنا ثامناً لقد اجتهدت قيادة الحزب في إبرام اتفاق مبتئي مع نقابة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالي لكي تصبح ذراعاً نقابياً لحزبنا إيماناً منا بالعمل النقابي في هذه الضغفية التي تتطلب معارضة قادرة على تعبئة كافة مكونات المجتمع وإذا كان حزبنا قد اختار منذ إنشاء الانحياز إلى وحدة الصف العمال والمأجورين وفضل عدم تشتت جهودهم فإن المعارضة اليوم داخل المؤسسات ولن نكون الحزب الأول الذي سار في اتجاه خلق أدرعي المقابية فهذا المعارضة اليوم إذن داخل الانأسسات غير كافية لوحدها وتتطلب منا إحداث دراعي نقابي مع الحرص على الحفاظ على علاقات الحزب مع النقابات الأخرى مدامات تناضل من أجل تحسين الظروف الشغيلة المغربية ولن يشبه هذا الاتفاق المبدئي نهائياً وسارياً مفعول حتى يصادق برلمان الحزب أي أنتم على هذا التوجه فيما يخص محور الحصيلة المتصلة بالعمل التجمعي البرلماني لقد انشغلت قيادتكم الحزبية بتأطيل وتتبع العمل البرلماني التجمعي مع بداية الولاية التشريعية التي تكتسي أهمية خاصة بعد إقرار دستور 2011 وما يفرضه من تفعيل تشريعي جيد لمقتضايته وكما تعلمون فإن الحضور البرلماني التجمعي هو حضور متميز ووازن أهالي ورزين وفريقنا بالغرفتين وفريقينا بالغرفتين يشكلان دراعاً هاماً على المستوى السياسي لقد صهروا وعدلوا وناقشوا وتدخلوا بإيجابية إن على مستوى اللجان أو الجلسات وتقدموا باقتراحات ومقترحات في غاية الأهمية وهي محفوظة في حصيلتهم ولن يشفوني المجال لعرضها اليوم أمامكم بشكل مفصل ولهم لنا خالص التحية وعمق التقليل أما على المستوى الحزب الديبلوماسي فقد قامت قيادتكم الحزبية بتكتيف الاتصاغات واللقاءات الودية والتواصلية مع عدد من أساء وممتل الهيئات الدبلوماسية في بلادنا والوفود الحزبية والسياسية سواء داخل الوطن أو خارجه ومن جهة أخرى قام أفض من المكتب السياسي لحزبنا بزيارة مودية من السفرات لا زيما ممتدي دول الخليج التي تربطنا معها علاقات شركة استراتيجية وهي المملكة السعودية ودولة الإمارات المتحدة ولقد وضعنا أجندة زمينية قريبة لزيارة السفراء دولة الكويت والبحرين وقطر ودولة أمان مقاربتنا هي مرتبطة برقيتنا الاستراتيجية علاقتنا مع دول الخليج كشريك استراتيجي اليوم وغدا نبنيها اليوم كحزب عبر مؤسساتنا وفي علاقتنا مع تنتبيتهم وعبر وفود تتزور هذه الدول وفود حزبية تتزور هذه الدول لتقوية أواصر العلاقة وترسفها أخواتي إخواني المناظرين والمناظرات أعضاء المجلس وطن تعيش بلادنا منذ انتخابات 25 نوفمبر 2011 في ذلك حكومتين من سيمتها الأساسية الضعف التدبيري والتخبط السياسي والفشل الوضع في تدبير المحفات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية المطروحة نعم لقد قطف الحزب الأغلبي مثل ما وقع في الدول العربية لكن في سياق سياسي مختلف قطف تمار الحراك العربي هذا الحراك الذي صنعته وضحت من أجله في حركة شبابية حداتية مناضلة تحنم بدونة مدنية تسود فيها الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة والرفاه الاقتصادي ورغم احتلال هذا الحزب مركز الصدارة البرلمانية وتشكل الحكومة وشكل الحكومة وهيما عليها مبتلعا الأحزاب المتحالفة معها ورغم استفادته من اقتضايا دستور تقدم نوعها ارسل له الخطاب الملك التاريخي لتسعد مارس 2011 والذي وفر إمكانيات دستورية هائلة لهذه الحكومة وقد أبانت عن فشل دريع في تدبير حضايا الشأن العام وحاولت التقية على ذلك بصراخها المتكرر بمحاربة الفساد لتحويل الأنظار عن عجزها التدبير المفضوح وهكذا لم تستطع هذه الحكومة مواكبة الأوراج الإصلاحية المفتوحة من طرف الحكومة السابقة خلال العشرية الأخيرة تنفيذاً لرؤية التنموية الملكية المتبصرة ولم تتمكن من تسعيل مشاريع الإصلاح المسنودة بدراسات مضبوطة وبإمكانيات هائلة أنجزتها ووفرتها الحكومة السابقة ولا هي تمكنت من إيجاد بدائل مبدعة ومدروسة للسياسات الحكومية السابقة التي استطاعت رغم صعوبة الضوء على الحفاظ على معدل نمو يحارب 5% والتحكم في التوازنات الأساسية للبلاد وعاملت الحكومة السابقة على مضاعفة الدخل الفردي في ضرف 8 سنوات وخلقت دينامية اقتصادية واستثمارية غير مسبوقة وفرت أكثر من مليون وخمسمائة ألف منصب شغل من طرف في ضرف 10 سنوات أي 150 ألف منصب شغل كل سنة انتصت فيها البطالة تراجعت فيها البطالة تطورت فيها وتوسعت فيها الفئات المتوسطة حاربنا الفقر وتراجع معدل الفقر إلى 8% متبصر في إطار استراتيجية واضحة بآليات واضحة بالقدرة على الوضوح على زرع التقى على التنظيم التدبيبي على تحديد الأولويات على تحديد الأهداف وتغفير الإمكانيات عبر التقى من كل المؤسسات كل هذا سمح لنا في ضرفية 10 سنوات أن نحاول واقع المغرب إرجعوا إلى مؤشرات المغرب في بداية في بداية هذا القرن وسترون ما تم إنجازه خلال 10 سنوات اليوم اليوم بدأنا نعيش تراجعات وهذه التراجعات مخيفة ودورنا كحزب في المعارضة هو أن لا نسكت على هذا بل أن نعمل ما ليسينا كحزب وأول حزب في المعارضة لكي نواجه هذا التراجع الخطير ومقابل ذلك فإن الحكومة الحالية لم تتمكن من كسب تقتل المستثمرين وفي عهدها بدأت عدد من مقاولات تغلب أبوابها تبروه 2013 ما سيوقع ترى العدد من المقاولات التي ستسد ترى العدد من العمان التي ستسرحه ترى الواقع التي ستسوق ترى التراجعات التي ستسجلها الغريب على المستوى المؤشرات الأساسية تبقى أخوتي إخواني يعني أنه مخيف كل ما نأخذه عبر رقاءاتنا المتعددة على أرض الواقع لا يطمئن لا يطمئن ولهذا نعتبر بأن هذا سيؤدي إلى تراجع قدرة استهلاك وضعف الإنتاج بحيث لم يسلم أي قطاع من التراجع في مؤشراته الاقتصادية وهذه التراجعات ستؤدي إلى تراجعات مداخين الدولة وتراجع مداخين الدولة سيؤدي إلى تعليق العجز وعدم القدرة على مواجهة الحاجيات الاقتصادية والتمويلية للبلاد ما أعطوش واشتبعتو في الاجتماع الأخير ما صدر عن الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة الحكومة بدأتك تتكلم بأنه بطل نقص لميزانية استثمار مجلس الحكومة سوية الدولة من ميزانية استثمار بالنسبة للناس اللي كيعيشو الاقتصادين اللي كيعرفوها المالي البلاد اللي كتعطيها المباشير لأنه نقص من ميزانية استثمار كماش كالتعطوها المؤسسات المالية والدولية بأنه بلاد عايشين الناس كتهم أنه كان نقص من ميزانية استثمار لكن لكي نقص من ميزانية استثمار هذه أكبر تربة لدينمية النمو ولدينمية الاقتصاد الوطني بهذه الإشارة شو تكبر الحكومة كتعتك إشارة إلى كل المستمرين بأنها بنفسها تتفق في قدرتي الاقتصادي على خلق دينامية النمو وتشغيل شو تقول المستمرين الخواص أنتم محبسون لا تستمروش هذا مؤشر خطير وخطير جدا والمؤشر الثاني هو أن ما سترتقته مؤسسات التنقيد الدولي ومؤسسات المالية الدولية هو أن التدبير لهذه البلاد لا يوجد في انتجاه الحسن في 2009 مبليم طلقة الإزمة المالية في نهاية 2008 وكان عندنا اجتماع لصندوق النقد الدولي بتنزانيا وكان عندي اجتماع مع المدير العام لصندوق النقد الدولي قبل الاجتماع وقتلوا بالحرف أكيد أننا نعيش والدول الإفريقية ستعيش طرفيها صعبة بارتباط مع المؤشرات الأولى لإزمة المالية والتسادي قتلوا أرصتكم سيتدخلوا لدى هذه الدول ولكن كنت طلب منك حاجة واحدة كنت طلب منك حاجة واحدة أنكم ما تمسوش في ميزانية الاستثمار دير الدول لأن القدرة على مواجهة المؤشرات الاجتماعية الخطيرة ما يمكنش تحلها بضرب ميزانية الاستثمار هالدول انطلقات في دينامية ممو إيجابية بدأتك تمشي في اتجاه لتحسين التوازنات الأساسية ديرها وكنت طلب منك باسم المغرب أنك ما تمسوش كصندوق مقددوين وما تفرج الدول أن أتمشي في اتجاه الحدف والتقليص بالميزانية الاستثمار وذلك ما حدث وأنا فخور بأن كل قرارات لتخذك في مرح هي مواكبة دعم الاستثمار وتمويل الاستثمار في الدول الإفراقية وأنا سعيد إذا الاستثمار التقى الوضوح هما ركيزة النجاح الاقتصاد كل هذه العوامل افتقدت هذه الحكومة ونسيت بأن أدوات التدبير هي أدوات مرتبطة بقدرة على استيعاب الواقع استيعاب تحولك إحنا واجهنا الإزمار برزانة برزانة كبيرة واستعملنا الآليات المنطقية والطبيعية بمعنى دخلنا كل شيء يتبدل الإزمار القطاع البنقي القطاع الخاص النقابة الحكومات القطاعيا هذه كلها لكي نحفظوا على عامل أساسي تقم تقم لأننا كنا ترميش هاتش لكي نقوم بقعها ماذا كان مجرد؟ إزمار مالية ستتجارة في كل شيء أول واحد يتحرك هي الأضماكن ترجع للور تسد هذه الحكومة جاد لذلك تتكلم عن الإزمة أول رضي فاعل كان هو أن الأبنك تتحطط لأن هذا خطاب هذا خطاب أبنك تتشد أبنك تتشد مقاولة تتترجع لكي نرى الأبنك يقول لهم لماذا لم تتعلموا لإستثمار لماذا لم تتدعموا لإستثمار لماذا لم تتعلموا لإستثمار تقول لي وحدك أن هناك مشاريع إستثمار حتى يكون هناك ملفات الإستثمار معنى هذا أنهم بعد عام أو عام وربع شهور كل شيء يوقف إذا عامل التقى أساسي عامل وضوح والحكومات تتعطي المثال في المبادرة في دعم الاستثمار في تطوية الاستثمار في تطوية آليات ترويج الاقتصاد الوطني هذه الحكومة تتدر العكس تل هذه الشهده وش وعيان تشد كدير ملا ما وعيش به أو تقدر عن قصد لأن أهدافها هي أهداف أخرى وسنكون كحزب في المعارضة بالمرسال لأننا لا نريد تراجعات في هذا البلد في المغربة أدوا الثمان لمدة عشرين عام تتطوية الهيكالي عشرين عام واللي أدى الثمان دي مشكون الفئات الفقيرة والهشة هادو اللي كنتكلموا عليها دون ويقولوا بينهم كده فواليهم تتطوية الهيكالي باش وصلنا داك المؤشيرات الخطيرة في نهاية السايمات في مدينة عشرين عام تتطوية الهيكالي المغربة بسكن ما تقع عندهم كيفش الدولة دون مدرسة كيفش يغطون السحر كيفش يستطعوا من إمكانية الرواز والاقتصاد وهذا ما لا نريد بلدنا لا نريد بلدنا لا نريد بلدنا ترجع على تشيني وسنكون من الموقعين ومنطق المنطلقي تجربتنا ومعرفتنا للواقع ومعرفتنا لتحديات المرحلة ومعرفتنا كذلك للتحولات الإقليمي والجهوية التي نعيشها اليوم من هذا المنطلق تجمع الوطني والحرارة كحيز مسؤول سيواجه كل القرارات السلبية التي ستأخذ هذه الحكومة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي شكرا 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 ها نحن نقترب من ساعة الحقيقة التي أصبحت تدق فلا رؤية ولا استراتيجية ولا مقاومات لتدبير الشأن العمل ولا إجابات على انتظارات المواطنين ولا إجابات عن الإشكاليات والتحديات الاجتماعية المطلحة لا تعرف هذه الحكومة كيف تتخذ القرارات الاقتصادية والاستراتيجية بالسرعة اللاجمة وفي الوقت المناسب في ظل عولمة متحركة سريعة جارفة وأما هربها الأمان عن طريق التشهيد ونقل أزمتها إلى الآخر فلن يفيد البلاد في شيء ولن يشفع لها في تقديم الحساب للشعب هذا الشعب اللي قالوا هم اللي يجبوه هم اللي يجبوه هم اللي يجبوه هم هذا الشعب هو اللي غادي حسبهم لقد كان خيارنا صائبا بالركون إلى المعاربة وثبت وبالملموس على ضوء ما تعيشه الأغلبية من تجادبات نقلت وقائها سريحات زعنائها إن قرارنا كان عين الصواب وأن مشاركتنا في حكومة مفتقدة إلى الانسجام سواء من حيث المرجعية الفكرية أو البرنامج السياسي كان سيضعنا أمام أزمة ضمير ويجعلنا في نظر ناخبين أشبه بحزب انتهاء لا يبحث سوى على المقاعد الحكومية ولا يحترم اختياراته السياسية وهويته الإديولوجية التي على أساسها نافسنا الحزب الأغلبي في انتخابات نوفمبر 2011 لأننا تقدمنا للناخبين وللمغاربة وللرأي العام الوطني والدولي بعرض سياسي مغاير تماما لذلك الذي كان يحمده الحزب القائد للحكومة اليوم فالمعاربة ليست لحظة انتظارية قاتلة أو شماج سياسي بل هي لحظة مفصلية مؤسسة للتنوب على تدبير الشأن العام على أساس برامج وتحالفات متنائزة من أجل عقلمة المشهد السياسي وحزبنا سالما من موقعه في سبيل تحقيق هذا الهدف النبي ولحظة المعارضة مهمة أيضا لأنها ستمكن الحزب من إعادة بناء ذاته التنظيمية في أفق تحديثها يكله وانفتاحها على القوى الحية بالبلاد كما أنها تعد استراحة محاربة لأنها لحظة تأمل المعدات الحزبية بهدف التهيئ للمحطات المقبلة بنفس جديد يؤهل الحزب لنجح رهان قيادة الحكومة مستقبلا وتطبيع برنامجه السياسي الذي يعد محورا لتعاقده السياسي مع ناخبين لا أن يظل الحزب مكملا للأغلبيات وسنرفض أن نكون حزبا مكملا للأغلبيات أخواتي المناظرات إخواني المناظرين عداء المجلس الوطن في ختام هذا العرض أريد أن أؤكد أمامكم عمالي ما يلي أولاً إن حزبنا رقم صعب داخل المعادلة السياسية الوطنة بفضل جهودكم وتعبئتكم ورص صفوفكم وبواجهة مشروعكم الفكري ولن تنال منه الدربات مهما بلعت قوتها ومكرها وهو غير معروض للمزاد الانتهازي في جميع الظروف والأحوال ثانياً إن حزبنا يتأسس على أرضية هوياتية وسطية اجتماعية صلبة وراسخة من مسؤوليتنا جميعاً الحفاظ عليها مع الحرص على تطويرها فكرياً وسياسياً وتنظيمياً في جو يطبعه الوفاء الوفاء لتوابط الحزب وطارقه النضال المشرف الذي ساهمت به أجيال متعاقبة من المناضرة والمناضرين تحت لواء قيادات طارقية متبصرة كانت ما زالت على العهد تابتة متشبتة بمقدسات البلاد وتوابتها الراسخة في ضمن الشرعية الملكية الضامنة لوحدة بلادنا واستقرارها ونمائها وصدهارها الحمد لله الحمد لله لأن المغرب حاباه الله بملكية رمزها أمير المؤمنين الصاهر على وحدة المذهب المالكي والضامن للحريات وسير المؤسسات لذلك فمن واجبنا جميعا من واجبنا جميعا تحسين الأداة الحزبية من المزايدات العقيمة والعمل على مجالجة الجراحات الداخلية بالتي هي أحسن وجغر الخواطر وتحسين الجبهة الحزبية الداخلية والتركيز على ما يجمعنا لا على ما يفرقنا والتشرفة المقدس بالوحدة والتوافق والتركيز على النفاش الفكري والترفع عن الشراع الشخصي كل هذا يشكل شرقا لازما لتطوير عمل حزبنا وتوسيع نفوده وإشعائه وتجدره إننا أيها الأخوات أيها الإخوان مطالبون بالاستعداد بل بالتعبئة المستمرة لخوض الاستحاقات الانتخابية المقبدة محليا وجهويا ووطنيا بما يذيق بسمعة التاريخية بالتجمع وبطموحه باعتباره صنار أمن حزبي في خدمة المصالحة العليا للوطن تحت ضل العرش العلوي المجيد وقال يعملوا في سير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته